في الجزء الثاني والمهم من الحلقة عزائنا أنه سيكون معنا أيضا قامة إعلامية أهلوية كبيرة الكاتب الصحف الموسوع الأستاذ حامد عز الدين عشان نقف معاه على الكثير من مشاهد وتفاصيل لحظات مهمة في النادي الأهلي لحظات مهمة لعلها تجسد المعنى الحقيقي للشهد والدموع أيام فعلا فيها الكثير من الشهد للنادي الأهلي فيها الكثير من علامات وملامح النجاح والتميز والتفوق والبهجة والسعادة لكن شاءت الأقدار وكأن القدر شاء أقل ينقضي شهر سبتمبر وهو شهر ميلاد المايستر صالح سليم إلا وفي لحظاته الأخيرة وساعاته الأخيرة يرحل المايستر الصغير الكابتن صفوة عبد الحليم انتقل إلى جوار رب الكابتن صفوة عبد الحليم بالأمس في خبر صادم لجماهير وعشاق النادي الأهلي بعد رحلة عناء مع المرض طويلة أخذها الكابتن صفوة ثم لحظات فراق مأساوية بنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته وأن يحتسبه الله عنده من الشهداء والصدقين بإذن الله شيع جثمان الكابتن صفوة عبد الحليم بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد السيدة انفيسة حرص رموز النادي الأهلي قيادات النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي يمكن كان موجود مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وتقدم أيضا الموجودين الكابتن حسن حمد رئيس النادي السابق وواحد من زملاء مشوار الكابتن صفوة وحضر العدد الكبير من نجوم الكرة في السبعينات والستينات والثمانينات ممن صدقوا وزمالوا كابتن صفوة عبد الحليم في الملاعب كابتن صفوة يمكن حياته لما تتابعونا في الجزء الخاص بمناقشة لحظات الدموع القاسية والصدمة المروعة لرحيل الكابتن صفوة بهذه الطريقة هتلمسوا إلى أي حد كان هذا اللاعب فنان بمعنى الكلمة اللي ما شافش صفوة عبد الحليم في الملاعب ضعت منه حاجات كتيرة في معنى الاستمتاع بالكرة الحلوة النهاردة يمكن حتى الكابتن محمود الخطيب وهو بينعيه وهو واحد من زملاء الملعب معاه قال أنه ده من أحرف لعبة الكرة اللجوم في تاريخ الكرة المصرية كل اللي تفرج على كابتن صفوة عبد الحليم عرف يعني إيه قيمة اللمسة الحلوة في الكرة وحتشوفوا رأي كابتن حسن حمدي فيه رأي سابق ليه مش بمناسبة الوفاحت رأي من بضع سنوات وهو شايف أنه ده حد من أمهر من لمس الكرة في العالم صفوة عبد الحليم فكهة كرة مصرية بجد لما أطلق عليه المايستور الصغير ده كان تيمنا بالمايستور الكبير الكابتن صالح سليم لأنه كمان صفوة عبد الحليم امتاز بالقدرات المهرية العالية وباللمسة السحرية المميزة جدا جدا انتقل إلى جوار ربه نعاه كل زملائه وكل محبيه وكل حتى اللاعبين اللي عصروه في الملاعب واللي تدربوا على إيده لأنه عمل لفترة طويلة في قطاع الناشئين في الناد الآلي الف رحمة ونور على الكابتن صفوة عبد الحليم وحيكون لنا وقفة النهاردة مع الكثير من تفاصيل مشوار المايستور الصغير الكابتن صفوة عبد الحليم اللي نعاهي الكابتن محمود الخطيب في هذه الكلمات نسمعه